كتاب آخر من كتب الطوسي الخلاف وهذه الطبعة طبعة مكتب الكتب المتنوعة الكاظميني الورجردي كتاب الخلاف المفترض أنه كتاب للفقه المقارن فهو يقارن في هذا الكتاب بين ما يقول من أنه فقه الشيعة بحسبه هو مع بقية المذاهب أليس من المفترض أن يبوب الفقه بحسب ما عليه الشيعة لماذا لا يوجد باب عنوانه الخمس في هذا الكتاب هذا الكتاب لا يوجد فيه باب عنوانه الخمس باب الزكاة ينتهي بأحكام زكاة الفطرة مباشرة يبدأ كتاب الصيام كتاب الزكاة انتهى حينما تنتهي مسائل زكاة الفطرة ويبدأ كتاب الصيام ولا ذكرى للخمس أصلا ذكر مسائل الخمس بنحو منتشر في الموضوعات المختلفة ذكر بعضا من مسائل الخمس في كتاب الجهاد وبعضا منها في كتاب الزكاة وبعضا منها في كتاب الفيء وهكذا فضاع كتاب الخمس هل الخمس مباحون؟ هل الخمس واجبون؟ ما هو الموقف؟ لن يستطيع أحد أن يصل إلى رأي واضح إذا ما قرأ كل هذه الكتب وبهذه الأساليب الشيطانية تلاحظون أن الطوسي في كل باب يأتي بطريقة ملتفة بينما بقية الأبواب لم يفعل معها ما فعل مع الخمس كتاب الصلاة مثلا هو هو وسائر الكتب الفقية الأخرى لماذا هذا الكتاب يعبث به الطوسي ويعبث به الآخرون أيضا؟ لماذا؟ لماذا كل هذا اللف والدوران؟ لماذا كل هذا التدليس والتلبيس؟ لماذا؟ إنها سرقة 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 لكنهم شرعنوها وضحكوا على الشيعة الحمير إنني أتحدث عن البشر الحمير أتحدث عن هؤلاء وإلا فهذه كتب الطوسي وهي بين أيديكم أنتم عودوا إليها بأنفسكم ولكن اقرؤوها تحقيقا وتدقيقا لا أن تكونوا مع الطوسي ولا أن تكونوا ضد الطوسي اقرؤوها بنحو التدقيق والتحقيق لماذا هذا اللف والدوران؟ لماذا هذا التدليس والتلبيس؟ هذه الكتب صادرة من مؤلف واحد فلماذا حينما يكون الكتاب موجها لعوام الشيعة يضع الشيعة في حيرة من أمره؟ ولماذا حينما يكون الكتاب موجها لنخبة من الشيعة؟ يكتب بطريقة يمكن أن تفهم بأكثر من وجه ولكنه كتبها بقول واحد من دون أن يعدد الأقوال فهذا يناسب كل مجموعة بحسبها بحسب فهمها ولماذا حينما يأتي في كتاب المبسوط لا يجمع الفصول التي يتحدث فيها عن الخمس في موضع واحد لماذا فرقها؟ فرق الفصول هنا في كتاب الخلاف فرق المسائل لماذا؟ لماذا هذه العبثية؟ هل هذه عبثية ليست مقصودة؟ هذه عبثية مقصودة هذه عبثية لأجل الخداع لأجل التدليس مثل ما يقولون هناك فوضى خلاقة هذه الفوضى لأجل أن يصل إلى مراده لأجل أن يضحك على الشيعة جعفر سبحاني من المراجع المعاصري ومن المتعصبين جداً للمذهب الطوسي وللمدرسة الأصولية هذا كتابه هذا كتابه الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء طبعة مؤسسة الإمام الصادق قموا المقدسة الطبعة الأولى ألف أربعمائة وعشرين هجري قمري في الصفحة الثالثة بعد العاشرة وتحت عنوان الخمس في الكتب الفقهية فماذا يقول عن الطوسي وعن كتابه الخلاف؟ غير أن شيخ الطائفة الذي هو الطوسي شيخ الطائفة هو الطوسي غير أن شيخ الطائفة لم يفرد للخمس كتاباً في كتاب الخلاف بل أدرج كثيراً من مسائله في كتاب الجهات والفي في كتاب الفي والزكاة في كتاب الزكاة وذلك تحفظاً على النظام الدائري بين أهل السنة باعتباري أن المخالفين لأهل البيت يريدون مسائل الخمس في كتاب الجهاد لأن الخمس يرتبط بغنائم الحرب وذلك تحفظاً على النظام الدائري بين أهل السنة هو كتاب للفقه المقارن يفترض أنه يريد أن يثبت صواب ما تقوله الشيعة فلماذا يتنازل عن التبويب الشيعي القضية لا علاقة لها بهذا الموضوع هذا شيطان اللعوب عنده غايات عنده أهداف لكنه يصل إليها بطريقة متخفية غير أن شيخ الطائفة لم يفرد للخمس كتاباً في كتاب الخلاف بل أدرج كثيراً من مسائله في كتاب الجهاد والفيء والزكاة وذلك تحفظاً على النظام الدائري بين أهل السنة لأن الغاية من تأليف ذلك الكتاب يتحدث عن كتاب الخلاف هي التركيز على القول بأن الهوة المزعومة بين فقهي الشيعة والسنة زعم لا أساس له ولذلك راعى النظم المألوف في كتبهم وأثبت بفضل اطلاعه أنه ما من مسألة فقهية إلا وللشيعة فيها موافق من الصحابة والتابعين أو سائر الفقهاء إلا الشاذ النادر ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وآله لعمار إذا سار علي في واد فسر في الواد الذي سار فيه علي لأن الناس سيسيرون في الوديان المختلفة ما معنى الفرقة الناجية ما معنى أن الصواب في خلافهم ما معنى والي من والاه وعادي من عاداه ما معنى ما معنى ما معنى ما معنى أن الذي لا يتمسك بالكتاب والعتر فإن النبي أعطاه ضمانا بالضلال وأعطى للذي يتمسك بالكتاب والعتر أعطى ضمانا بالهدى ما إن تمسكتم بهما بالكتاب والعتر لن تضلوا بعد أبدا أولئك قالوا على لسان عمر وهو إمامهم من أن الرجل يهجر وذلك هو من هجه إنها رزية الخميس فكيف يكون الاتفاق بهذه الصورة وبهذه الهيئة مثلما يقول جعفر سبحاني بحسب ما يفهمه من الطوس هؤلاء هم هم يتحدثون عن كتبهم الطوسيون هم هم الذين يتحدثون عن كتبهم هذا هو واقع المذهب الطوسي نذهب إلى فاصل تهذيب الأحكام هو من أهم كتب الطوسي هذه حكاية الأصول الأربعة من أكاذيب المذهب الطوسي لأجل تدمير حديث أهل البيت حدثتكم عن هذا وسأحدثكم في قادم الحلقات عن هذا الموضوع تهذيب الأحكام كتاب ألفه الطوسي لشرح الرسالة العملية للمفيد المقنعة التي مر ذكرها وقرأت ما قرأت عليكم منها في الحلقات المتقدمة رسالة المفيد العملية المقنعة شرحها الطوسي في هذا الكتاب تهذيب الأحكام شرح للرسالة العملية للمفيد المقنعة شرحها بالحديث جمع الأحاديث التي تأتي شارحة لمضامين المسائل الفقهية التي ذكرها المفيد ومر الحديث عن هذا الموضوع وكيف أن الطوسية حرف ما حرف في هذا الكتاب حرف ما حرف ليس بخصوص الأحاديث الأحاديث الموجودة في هذا الكتاب صحيحة لكنه حرف فيما ذكره المفيد وجئتكم بأمثلة وجئت بالرسالة المقنعة وجئت بهذا الكتاب لا أريد أن أعيد الكلام بهذا الخصوص الجزء الذي بين يدي هو الجزء الرابع من تهذيب الأحكام للطوسي وهذه الطبعة طبعة مكتبة الصدوق طهران إيران صفحة مية وخمسة وخمسين الباب الخامس والثلاثون باب الخمس والغنائم إذا أردت أن أقوم بعملية مقارنة فيما بين الكتب الأربعة التي يقال لها الأصول الأربعة الكافي الفقيه التهذيب الكافي للكلين الفقيه للصدوق التهذيب للطوسي والاستبصار أيضا للطوسي إذا أردت أن أقوم بعملية مقارنة بين ما ذكره الكلين عن الخمس في كتابه الكافي ومر الحديث عن هذا الموضوع وما ذكره الصدوق أيضا في كتابه الفقيه وما ذكره الطوسي أيضا في كتابه الاستبصار فإن ما جاء مذكورا في كتاب تهذيب الأحكام ما جاء مذكورا من الروايات والأحاديث إنه إنه الباب الأكبر الذي اجتمل على عدد كبير من الأحاديث الأحاديث التي ذكرها الكلين في الكافي كانت قليلة وكذا الصدوق لكن العدد الأكبر من الأحاديث جمعها الطوسي في هذا الكتاب لأي شيء لغرضي لغرضي إثباتي أن الخمسة واجب ولابد أن يدفع لكن بطريقته بطريقته المختفية والمتخفية من صفحة مية وخمسة وخمسين إلى صفحة ميتين واثنين باب اجتمل على عدد كبير من الروايات من الحديث 344 إلى الحديث 417 74 رواية 74 رواية ذكرها الطوسي في هذا الباب في هذا الكتاب لا يوجد مثل هذا العدد لا عند الكلين في كتابه ولا كذلك عند الصدوق في الفقه لأن لأن موضوع نظرية 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 هكذا أصبحت زمان الغيبة الأولى الطوسي جمع عدداً كبيراً من الأحاديث وما أشار إلى التوقيع الشريف هو هو بصدد أن يجمع كل حديث وصلت إليه يده فيما يرتبط بموضوع الخمس لكنه لم يذكر التوقيع الشريف الذي ذكره في كتابه الغيبة قلت لكم الطوسي هذا ليس له من عذر يمكن للإنسان أن يبحث كي يجد عذراً لابن الجنيد كي يجد عذراً للمفيد يمكن لكننا لا نستطيع أن نجد عذراً مطلقاً للطوسي الشيء الواضح والواضح جداً 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 الأحاديث هذه الروايات من الحديث 344 إلى الحديث 417 هناك مجموعة وفيرة فيما بينها تحدثت عن تحليل الخمس تحدثت عن تطييب الخمس الروايات التي قرأتها عليكم في الحلقات المتقدمة حينما كنت أشرح لكم الفارقة بين معنى الإباحة والتحليل قرأت عليكم عدداً وفيراً من الروايات والأحاديث التي تصرح بأن محمد وآل محمد يحللون لشيعتهم يطيبون لهم الأخماس وبينت لكم المقصود من ذلك لا مجال لإعادة التفاصيل المتقدمة لضيق الوقت هذه الروايات موجودة هنا من الآخر من الحديث رقم 344 إلى الحديث رقم 417 74 حديثاً 74 رواية منها ما هو مختصر ومنها ما هو مفصل لم ترد كلمة الإباحة في كل هذه الروايات وردت كلمة التحليل التطيير غير ذلك لكن كلمة الإباحة ما وردت في كل هذه الروايات والأمر نفسه لم ترد هذه الكلمة في الروايات التي في كتاب الكافي وكذلك في كتاب الفقي وكذلك في كتاب الاستبصار وفي سائر الكتب التي تناولت هذا الموضوع مر الكلام بهذا الخصوص إلى أين أريد أن أصل أقول من أن هذا العدد من الروايات والأحاديث لم يشتمل على كلمة الإباحة لكن الذي أجده في تعليقات الطوس هو لا يستعمل إلا كلمة الإباحة لماذا؟ أليس المفترض أن الفقيهة حينما يقرأ الأحاديث الشيء الطبيعي سيكون متأثراً بألفاظها ومضامينها والاحتياط الفقهي والعلمي يلزمه أن يستعمل المصطلحات نفسها لكنه يقوم بشرحها فلماذا هذا التركيز من قبل الطوس في تعليقاته على تلك الروايات باستعمال كلمة الإباحة بينما كلمة الإباحة لم ترد في كل هذه الروايات هذا يكشف عن أن كلمة الإباحة مركوزة في ذهنه من أين أخذها؟ أخذها من التوقيع الشريف وهذا هو الذي يجعلني أعتقد من أن الطوسية كان مصدقاً تمام التصديق بالتوقيع الشريف لماذا يصر على استعمال كلمة الإباحة؟ وهي لم ترد في كل هذه الروايات عودوا إلى الروايات بأنفسكم لا توجد رواية واحدة من أربعة وسبعين رواية وردت فيها كلمة الإباحة لماذا حينما يعلق على هذه الروايات يعلق بمصطلح الإباحة؟ صفحة مئة وتسعين أما الغنائم والمتاجر إلى أن يقول فإنهم عليهم السلام قد أباحوا لنا ذلك أنا لا أريد أن أقرأ كل الكلام وإنما أقرأ الجملة التي وردت فيها كلمة الإباحة لا أريد أن أشرح كلامه صفحة مئة وتسعين فإنهم عليهم السلام قد أباحوا لنا ذلك صفحة مئة واحد وتسعين فإنا قد أبحنا أيضا إنه يتحدث عن الشيعة عن فقهاء الشيعة فإنا قد أبحنا أيضا التصرف فيها ما دام الإمام عليه السلام مستترا يتحدث عن الأراضين أنا لا أريد أن أشرح كلامه إنما أريد أن أقول لماذا يستعمل كلمة الإباحة مع أن كلمة الإباحة لم ترد في كل هذه الروايات صفحة مئة وثلاثة وتسعين فإن قال قائل إن جميع ما ذكرتموه إنما يدل على إباحة التصرف لكم في هذه الأراضين كلمة الإباحة صفحة مئة وأربعة وتسعين وأما الأراضون التي تأخذ عنوة أو يصالح أهلها عليها فقد أبحنا شراءها وبيعها أيضا الإباحة صفحة مئة أو ستة وتسعين وأما الأنفال وما يجري مجراها إلى أن يقول وإنما أبيح لنا التصرف إلى آخر الكلام وإلى آخر كتاب الخمس الروايات كلها خلية من كلمة الإباحة بينما الطوس يعلق عليها ويشرحها ويناقش الأقوال المضادة باستعمال الإباحة لماذا أليس هذا غريبا وكنت قد بيّنت لكم بأن كلمة الإباحة وردت في التوقيع الشريف ووردت في رواية هي ليست موجودة في كتب الطوس وإنما عثر عليها بعد ذلك بزمن بعد الطوس ابن أبي جمهور الإحساء ذكرها في كتابه العوالي إنها مروية عن إمامنا الصادق وهي تتحدث أيضا عن زمان غيبة القائم صلوات الله وسلامه عليه فعندنا روايتان وردت كلمة الإباحة فيهما هاتان الروايتان ترتبطان بإمام زماننا وعصر غيبته لماذا هذا الإصرار من الطوس على كلمة الإباحة من حيث لا يشعر من حيث لا يشعر أكثر أكثر تصرفات الإنسان تنطلق من طبقة اللاشعور وطبقة اللاشعور عند الإنسان هي التي تجتمع فيها المعلومات أكثر تصرفاتنا تنبعث من طبقة اللاشعور قليل من تصرفاتنا تنبعث من طبقة الشعور في لاشعوره في إدراكه الباطني هناك تصديق للتوقيع الشريف ولذا بقيت كلمة الإباحة بقيت واضحة في ذاكرته ومخيلته ومن هنا فإنه يصر على استعمال هذه الكلمة مع خلو الروايات منها مع خلو الروايات التي كان يشرحها ويتحدث عنها والأمر هو هو في كتابه الاستبصار هذا الاستبصار والذي يتألف من أربعة أجزاء جمعت في مجلد واحد هذه الطبعة طبعة مؤسسة الأميرة الطبعة الأولى ألف أربعمية أو تسعة وعشرين هجري قمري الفين وثمانية ميلادي بيروت لبنان صفحة ميتين وتسعة وثمانين وهذا الباب هكذا عنونه الطوسي باب ما أباحوه لشيعتهم من الخمس في حال الغيبة الروايات الموجودة والتي ذكرها لا توجد فيها كلمة الإباحة ولا توجد فيها كلمة الغيب هذا المضمون هو مضمون التوقيع الشريف لكنه لم يثبت التوقيع الشريف لأن روايات التحليل التي ذكرها ترتبط بعصر حضور الأمة ما قبل بداية الغيبة الأولى ولا علاقة لها بعصر الغيبة وأكثرها في التحليل فيما يرتبط بالجانب الأخروي لا فيما يرتبط بالجانب الدنيوي وأعتقد أنني شرحت هذا وبنحو واضح في الحلقات المتقدمة ولا أجد مجالا لإعادة الكلام هذا العنوان باب ما أباحوه لشيعتهم من الخمس في حال الغيبة يفترض أن أول حديث يوضع هنا هو التوقيع الشريف لم يضع التوقيع الشريف هنا لماذا لأنه لو وضع التوقيع الشريف هنا فهذا دليل على إباحة كاملة للخمس لكنه يستعمل أسلوبا شيطانيا فيأتي بروايات التحليل التي حللت ما حللت للشيعة زمان الحضور ومن خلالها يقولون إن بعض الأشياء حللت للشيعة زمان الغيبة والروايات خلية من ذكر الغيبة التوقيع الشريف هو الذي يشتمل على الإباحة ويشتمل على ذكر الغيبة وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا هذه غيبته غيبة وظهور النص الوحيد الذي بين أيدينا يتحدث عن الإباحة وعن الغيبة هو هذا والذي ذكره الطوس لماذا لم يعتمده الطوس في التهذيب لماذا لم يعتمده الطوس في الاستبصار لكنه من حيث يشعر ومن حيث لا يشعر كما يقول أمير المؤمنين ما في الجنان يظهر على فلتات اللسان قلتها لكم وأقولها لكم الآن حبل الكذب قصير وإن طال الزمان سيأتي الوقت الذي سيقطع الصدق فيه حبل الكذب الصدق سيف لكنه قد لا تهيأ له الظروف كي يقطع حبل الكذب أو أن الحمير يريدون التمسك بحبل الكذب أتحدث عن البشر الحمير لكن الصدق سيف إذا ما حانت فرصته فإنه سيقطع حبل الكذب باب ما أباحوه لشيعتهم من الخمس في حال الغيب وحق الحسين هذا توقيع صاحب الأمر لأنه لا وجود لرواية أخرى وإذا أراد أن يدعي مدع من أنه توجد رواية أخرى أرشدونا إليه في أي مصدر في أي مكان هكذا ضحك علينا وهكذا كذب علينا لكن الطوسية شيطان خبيث خبيث ابن الجنيدي لم يكن بهذا الدهاء ولم يكن بهذا الخبث كان لصا كان كذابا لكنه لم يكن بهذه الشيطانة وهذه الإبليسية نذهب إلى فاصل